السلام عليكم مباشرة تحديث جديد صدر قبل فترة يا شباب واليوم جايين نشوف التحديث ونشوف الجيم بلاي ونشوف الأمور باللعبة صال لواجد ما فاتح اللعبة فحبيت اليوم أن نزل لكم مقطع عليها بما أنه أكوى تحديث عن قريب رح يكون مفجر أقوى تحديث بتاريخ إيفيتبول عن قريب إن شاء الله تقريبا يوم تسعة أو عشرة داعش يوم الخميس مو هذا اللي بعده بس المهم قبل أن نبتدي اللايك والاشتراك إذا أنت جديد يا صديقي أتمنى تشترك بالقناة وتدعم إيفيتبول عشان نستمر بالتنزيل يعني أكيد إذا تريدنا نزل اللعبة حط لايك وأكيد رح ننزل أكثر من اللعبة وكي عندنا الحزم وعد قائمة اللاعبين المفضلين خلي نشوف شنو اللاعبين اللي موجودين رح نفتح باقجات ورح نلعب بعد مباريات عدنا مثل ما تشوفون آيكون أو أساطير أيسي ميلان ديدا البرازيلي نيستا وإنزاقي ليقا أم إكس داي أوف دا ديد مادر يوم الموت معرف شنو يا شباب معرف شنو هذا الباكج الصراحة بس نقدر يعني نشوف اللاعبين اللي موجودين به باكج غريب عجيب الصراحة طيب هذولي أكو أحب منهم ميت ماكو أحب ميت ليش يعني يوم الموت بس نشوف أنه داني ألفج موجود من هذا الباكج فممكن نفتح على مودة يعني لكن عندنا لاعبين الأسبوع واشوف عثمان ديمبلي بنسخة التمريرات أو لثرو يا شباب هو الأسستات اللي عملها عثمان ديمبلي فهذه النسخة أسطورية والله ودي بهذه النسخة يا ديمبلي يارب تجيلي يعني مثلا هذا حارس مرما هندرسون هذا صراحة ودي بعثمان ديمبلي كريزمن بعد حلو إذا يجي كاسم كريزو ولو تارو مارتينيز يعني أي واحد حلو مشكلة هذا الباكج اللاعبين ما يتطورون هذه مشكلة بالباكج عندنا باكج نابولي باكج اللاعبين الأتراك ما يهموننا اندينوسيا أنا أنا اندينوسيا يعني نفتح على مدى اندينوسيا ماليزيا يا حبيبي تايلاند يا عجيز يا ولا شينو هاي الباكجات أوكي بالنسبة لللاعبين هذور رح يرحون عن قريب باقينهم عشرة أيام يا شباب يرحون معناها التحديث باقي لعشرة أيام خذوها مني يا شباب عشرة أيام ينجي التحديث إن شاء الله تحديث ضخم جدا ضخم 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 تحديث مفجر رح ينقل اللعبة نقلة رهيبة قادم إن شاء الله التحديث رح يكون عن قريب فهذا الباكج بما أنه رح يروح أنا ودي أشتري لاعب لكن بعد ودي ما أصرف عقود الترشيح اللي عندي لأن ممكن تجي عقود الترشيح أقوى وبعد الحزم اللي موجودة اثنين وخمسين يوم وثمان ساعات وتنتهي حزمة ألكساندر أرنولد حزمة برشلونة مطولة بايران يونيخ مطولة اليونايتد بعد مطولة كل الحزمة هذه مطولة اسميلان رح تنتهي أوكي تيو هرناندز والله بهاي الحزمة هاي حلوة ماينان لياو هرناندز تيموري تونالي بن ناصر براهن موفيش 82 إن يتطور براهن موفيش هاو تقم ميلان بعد حلوة والله ودي بحزمة اسميلان تدرون شباب ممكن أشتري حزمة اسميلان ترى والله عندنا هدايا شباب ما شاء الله تايلند ماليزيا واندونوسيا ماذا سوي بهذه البكجات انا ثلاث مرات يعني كل واحد والله ما نشوف انها بكجات حلوة لكن هدايا شباب رح نفتح عليها إن شاء الله في الله خللنا نبلش بالبكجات الهدايا اللي عندنا صراحة ما اعرف اي احد من اندونوسيا لكن راح افتح مباشرة نجمتين يا ولد طاقة 66 يا حبيبي عندنا حارس مان مطاقة سبعين 68 وهذا بعد 68 67 تايلند 69 طاقات ستينات يا حبيبي اوه اخيرا جاء لي واحد اثنين وسبعين انا راح افتح هذا ما اليوم الموت ما اعرف شنو ما اعرف شنو هذا اليوم نوم الموت يا شباب عندي لاعبين الاسبوع اريدهم اتناتهم يا ربي جيلي دانيا الفيش حلو دانيا الفيش اذا صار عندي هذه طاقات الفيش عمره 38 سنة شايب وانتهي يا ولد خمس نجوم يا رب اوكي منو هذا فيغا هذا هذا فيغا هذا هذا فيغا يا حبيبي الو فيغا يا شباب وهو تقريبا اقوى لاعب موجود بالبكج اتجالنا اللاعب ما تدروا ممكن يتطورون يعني ما ادري الصراحة على البكج هذا جديد اول مرة اشوفه يوصل لفل 37 والله يتطور عمره 24 سنة يلا يا رب ثاني قوى لاعب بالبكج يا رب يجيني دانيا الفيش خمس نجوم يا رب اوكي اه مو الفيش ما عرف اللاعب جانا فيغا وجانا ميزا يا حبيبي التفتيح الاخيرة يا رب دانيا الفيش خمسة الفيش 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 الله 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 يا سلام اجالي دانيا الفيش يا شباب اريد هذا اللاعب خلي يكون عندي يا حبيبي واحد من افضل الاظهرة عبر التاريخ ظاهير يمين خرافي لكن بعمر 38 سنة دانيا الفيش اذا يوصل 88-87 يكون اسطوري يكون رهيب يطور الحدل في الاربعين اوف يارب 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 يا شباب اقدر اطوله يزيد السرعة والتسارع عنده يكون شيء اسطوري طبعا يشوفه اتقان اسلوب اللاعب كل شيء تسعين لاستحواذ الهجم المرتهدم خرافي هذا اللاعب بما انه احنا فتحنا على ذاك البكج وخلصناه خلي اخلص بكج عثمان ديمبلي ولو تارو مارتنيز يا的是 الاتفالة ياهيري دي م спокойني ديمبلي أريد ديمبلي اريد ديمبلي بتشكيلتي يا حبيبي ديمبلي ال و ليو و لو ب una؟ الفرنسي اربع نجوم لا لاعب ليون لا كازيت لا ك自يت حلو لا كزيت لكن اربع نجوم الاكسندر لا كازيت ارساع عآبني طبعا هؤلies اللاعبين ما يتطورون يا شباب ولاعب الاسبوع بطاقة الاسبوع تيجي حسب اللي قدمه اللاعب إذا انهاء قوي يجي انهاء قوي إذا يعني حسب شوف هنا عدد التحكم بالكرة بارز بي لكازيت وقوة في الركب على 87 ممتاز والدوري الإيطالي لو تاروه لو تاروه لا أربع نجوم لا لا أوكي رقم عشرة بعد إبراهيم إدياز يا هلا موجود أنت بك جيل ميلان لا لا أنا رح يشتري بك جيل ميلان اليوم موجود لا لا يا ولد أوكي إبراهيم إدياز 91 يا حبيبي 91 جاري بالكرة عنده عالي أسطور والرصيد عنده 93 يا شباب التسارع والسرعة حلوة اللاعب صانع العاب أشوف انطاقاته حيرة رهيبة تحكم بالكرة بعد حلو عنده خيلوا ذول اللاعبين نقدر نطورهم أوكي أما عثمان ديمبلي أو لوتارو واحد من عندهم بس هردن ديمبلي والله ودي بديملي آخر تفتيحة يا شباب من هذا البكج وما راح أقدر أفتح غيرها للأسف يعني إذا ما جاء لي عثمان ديمبلي خلاص هي' التفتيحة الأخيرة رسميا يارب يالله 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 يا ديمبلي إسباني 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 خمزة والله 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 يعالله إيها لي يا ديمبلي يالله يا ديمبلي يالله عليك يا سلام فأذه بني والله ما تحمس لك يا ديمبلي يا مجنون يا مجنون الحمد لله انجibles علي السعر لا شباب وما راحت من عندي هذه البطاقة الخرافية بطاقة اسطورية لعثمان ديملي جاري بالكرة 93 سرعة وتسارع تمرير يا شباب عنده 81 مو افضل شي الصراحة ينهاء بعض ضعيف لكن يتميز بسرعته هاي البطاقة لدييملي 95 بطاقة عالية خلشيك بطاقة نابولي عم ممكن يشوف لاعب يستاهل انه نفتح على مودة ما اشوف يا شباب اوسمين يعني صراحة حلو لكن 83 ما يحمس ولو يتطور يعني بس ما يحمس شوفوا شباب بما انه حزمة اسي ميلان رح تنتهي خلال 8 ساعات بس رح يشتريها شراء مباشرة يلا يا الميلانيست تعالوا واحدة للثاني يا هلا مباشرة اشترينا حزمة اسي ميلان وراح يكون عندنا لياو مع الحارس مع تيو هرناندز تقم اسي ميلان الرهيب هات استلام الكل كلهم متحمسوا لهم وودي اطورهم وودي نزلوني بتشكيلتي تشكيلة خرافية تكون بالاسي ميلانو اوكي اضافة جديدة يا شباب عندنا ملابس الفريق والله هذي صراحة اول مرة اشوفها ما شايفها انا حلو هذا الشي اضافة حلوة رح تكون بهذا الشكل اضافة عاملها بس الفريق صارت عندنا اوكي هذا رسميا صار عندي زي الوحيد اللي املكه انا رسمي يا شباب اذا ما هذولي فنقدر نبدل بيناتهم هل بالمباراة نقدر نتحكم اي يعني اذا صار مثلا مية تقم عندي خلال المباراة قدر اختار اي تقم شي حلو والله والله حماس انه تضيف الاتقم هذي انا عندي داني الفيش بالفريق لكن لما كان مع برشلونة ار ام اف يا شباب اللي هو وسط او ماكس اتخيلوا يا شباب نقدر نوصلها ماكس بعد عنده سبع لفل يا حبيبي مثل ما شوفون فالياو اسطوري سرعة وتسارع تسعين انهاء ستة وثمانين تيو هرناندز اكيد ودي اطوره وصلنا للواحد التسعين وبعده مو ماكس شوف التطويرات لتيو هرناندز طاقة واحد تسعين ممتازة براحموفيش وصلناها ثمانية وثمانين واللاعب اللي انا وياكم متحمسي له داني الفيش بعد ما راح امكسه يا شباب اربعة وثلاثين لفل بقاله ستة لفل شباب داني الفيش وصلت للتسعين وبعده مو ماكس قوة في الركل اربعة وتسعين يا مجنود ممكن اخليه لاعبي الاساسي والله كان سلي ستة تسعين جيبنا الفيش تلاثة وتسعين وي المدرب كرويف يا حبيبي تيو هرناندز بعد ودي اوف اربعة وتسعين يا ولد ديمبلي راح اخلي احتياط عندي شو شباب هاي تشكيلتي الاساسية وهذه تشكيلتي الاحتياطي او اللاعبين الاحتياطيين موجودين عدنا وهنا عدنا اللاعبين اللي موجودين بعد نقدر نستفاد من عيدهم قلوا لي منه اللاعب اللي مفروض يطلع ويدخل منهم بداله شوف هاي التشكيلة اللي عدنا هنا واجد لاعبين خرافيين موجودين عندي برا لكن بعد الموجودين خرافيين والله براهيموفيش ودي اجربه بعد فانتو برايكم مني يستحق يشارك وشنا الافكار تحبون نسويها بكمية اللاعبين اللي عدنا هاي إبراهيموفيش تعال بدل فينيسو الجونيور ممكن تنزل يلا شباب 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 ننجي ونلعب لنا مباراة ونجرب اللاعبين الجدد والتشكيلة الجديدة ولا تنسون بعد غيمي بلاي صار عليها تحسينات أنا جربت مباراة لعبتين ضد عبدو ذات نذكرون مقطع قبل فترة نزلته لكن ما تعمقنا اليوم رح نتعمقوا الغيم بلاي ونشوف شنو أكوه رجعونا للدفجن التاسع يا حبيبي نزلت ديملي وإبراهيموفيش يا شباب حلوة إبراهيموفيش لا لا إبراهيموفيش لا يلعب كرة للجانب الأيمان حلوة زلطان يا إبراهيموفيش يا إبراهيموفيش سجل يا ولد حلوة تيو 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 يا ولد يا تيو هرناندز بالنهاية لم ينجح في التسجيل حلوة إبراهيموفيش ألبش 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 سجل أخي المنطورت تصويرتك القوياني يا ولد روح ليو يلا يا ميسي لا 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 شباب شباب تركيز خلاص هو الباتي باتي ستوتا باتي ستوتا روح ابلع ابلع يا ولد ابلع يا سلام باتي ستوتا نزلتهم سواء التغييرات أكيد تغييرات جيب نتيجة لاعبيني ذولي أقوى يا شباب واضح القوة عدباتي ستوتا خرافي عند اللاعب انسحب يا ولد ليش انسحبت خلينا هالمرة رفايل يا وريد يشارك يلا ديمبلي أردك تألق اوكي انا ديمبلي مشكلتي خالة منك يا شو على ذيش الجهة المشكلة هذي والمفروض الو اعتقد حلو ديمبلي روح 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 يا ولد يا سلام يا سلام لا 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 اه ردت فتباغت الحارس دانيالالفي sabia يا سلام شامي كانت كانتي كانتي يا سلام وللغله لا 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 ما كتملت الكرات الحلوة ما تكتمل يا ولد يلا باتي باتي أوف 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 يا باتي ستوتا تمريرا سيئة لا تصرير اللائب يستقبل كرة في وضعية ممتازة آه أحمر أحمر يا حكم إصابة للدون لا لا يا الدون أكيد أحمر يا ولد شافي أفضل مسدد عندي هيا الله عليك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يلا نسحب يا ولد يلا نروح ديمبلي يا ولد لا يا ديمبلي لا والله غريب حسنه عبر الحارسي أنا أحسن والله يلا يا مودري يلا يا مودري الله 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 يا سلام انسحب الخصو أوكي شباب انتقلنا للفل الثمانية أو الدفجن الثامن بالأصح قطعنا اليوم انتهى لايكات الاشتراكات تنبيهات شكرا للمشاهدة موعدنا ان شاء الله بمقطع قريب اذا وصل هذا المقطع اكثر من 10 الاف لايك فاذا تحبوني فيتبور لايكاتكم يا شباب وبس السلام عليكم